اشتركوا في القناة من مجموعة الاصوات الصحيحة للناخبين مقابل 3.4% للصباحي تظل هذه النتائج غير رسمية لحين بت اللجنة العليا لانتخابات في الطعون وعشرت الاحصاءات حتى عصر امس الى ان المشير السيسي حصد قرابة 23.426.741 صوتا بينما حصل الصباحي على 791.258 صوتا فيما بلغ اجمال الاصوات البطن مليون ومئة واربع وسبعين الفا وثلاثمائة واثنتان وخمسين صوتا بما يعادل نحو خمسة في المئة من اجمال عدد الناخبين الذين ادلوا باصوتهم في الاقتراع واضفت الشرق الوساط المترشح حمدين صباحي وجه رسالة للشعب المصري عقب اعلان المؤشرات الاولية للانتخابات قال فيها ان الشعب بالنسبة لنا صاحب القرار والاختيار سواء كان معنا او لم يكن اما جريدة الحياة اللندنية عنونت في مقال لها صراع اوروبي بسبب اوكرانيا يحقق مكاسب اقتصادية لواشنطن حيث دعت مسكولة تكتيف التحركات الدولية واشراك الامين العام للامم المتحدة في جهود وقف العنف مناطق الشرق اوكرانيا حيث تلقت سلطات كياف ضرب قصي امس اثرا اسقاط انفصاليين مولين لروسيا مروحة حربية اقلت 14 عسكريا بينهم جنرال في مدينة سلافينسك واستلاة اخرين على مباني قاعدة عسكرية تابعة لحرس الحدود ما دفع حوالي 100 عسكري لالقاء سلاحهم والاستسلام واكدت الحياة انه على همش توقيع روسيا مع بيلاروسيا وكزاخستان اتفاق لانشاء اتحاد اقتصادي اوروبي اسيوي في استان امس اتهم سيرجي جلازيف المستشار الاقتصادي لرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمسؤول عن العلاقات مع اوكرانيا الولايات المتحدة بمحاولة اشعال صراع عسكري بين موسكو والدول الاوروبية بسبب اوكرانيا لتحقيق مكاسب اقتصادية الى الصحفية الفرنسية لوفي جاغو عنوانت واشنطن تفرد غرامة مالية باكثر من عشر ملايير دولار على بي ام بي باغيبا وفقا لصحيفة وولشريت جونال تعتزم وزارة العدل الامريكي فرد غرامة مالية قدرها اكثر من عشرة مليار دولار لبي ام بي باغيبا لاقتصاب اربع سنوات الحصار الامريكي المفروض على كوبا وايران حيث ستكون هذه اكبر غرامة لحقت بالبنك حيث لا يزال موضوع مفاوضات حساسة بين السلطات الامريكية والبنك الاوروبي وايتهم بي ام بي باغيبا من بين الذين نفذوا المعاملات الدولار عامي 2002-2009 بالنسبة للعملاء في ايران والسودان وكوبا احجام المعاملات اكتشفتها من قبل السلطات الامريكية قد يعرض العملاق الفرنسي لغرام قدرها اكثر من عشرة مليار دولار اما صحيفة لوموند الامريكيون قلقون من قدرات المتمردين الروس حيث اعرب البيت الابيض عن قلقه حول وصول المتمردين الموالين لروسيا لأسلحة متطورة في اوكرانيا بعد وفاة الخميس 12 جنديا الاوكراني في طائرة هليكوبتر اسقطت من قبل المتمردين وقال المتحدث باسم ادارة اوباما اننا نشعر بالقلق اذا استمرار العنف في الشرق اوكرانيا بما في ذلك معلومات عن حقيقة ان الانفصاليين هجموا على طائرة هليكوبتر عسكرية اوكرانيا ونحن قلقون من ان يواصل الانفصاليون الحصول على اسلحة متطورة والمساعدة من الخارج اشتركوا في القناة